وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلم على اتزان كامل وعلى توازن دقيق بين الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب هناك بعض الناس من يقول لك أنا أعتمد على الله وهناك من الناس أناس ركزوا بالأخذ بالأسباب وهؤلاء ذم هؤلاء وهؤلاء ذم هؤلاء فهؤلاء يركزون على النقطة السلبية عند هؤلاء ويردون عليهم ردا مفحما أكيدا وأولئك على صورة نفسها وكل الفريقين في الجزء من كلامه محق ولكنه يغفر الجزء الآخر فالذي يعتمد على الله يقول لذاك وهل الطبيب يضر أو ينفع هل يفعل هل كذا من الفاعل أليس الله تبارك وتعالى هو الفاعل أليس وهكذا هذا كلام حق هذا كلام من يأخذ من يتوكل على الله وهو كلام حق ولكنه يغفل جانبا مهما على درجة بالغة من الأهمية ألا وهي الأخذ بالأسباب وذاك الذي يقول هذا يعتمد على الأسباب وينسى التوكل على الله والاعتماد على الله يسأل ذاك هل يأتيك الرزق وأنت جالس في بيتك هل السماء تنطر ذهبا أو فطة هل تأخذ أو يأتيك المال دون أن تتحرك أقول لهما هوينا اصبروا واسمعوا وعقلوا فإن إسلامنا وديننا هو دين التوازن أسألك سؤالا هل أنت أكرم على الله من حبيبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أما قرأت سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أليس لك في رسول الله أسوة حسنة لتقتدي به في سيرته قرأت سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وقد هاجر من مكة إلى المدينة وهو فدته روح الذي علمنا التوكل على الله ولكنني عندما تتبعت الأسباب لم أستطع إحصائها ما ترك الحبيب عليه الصلاة والسلام بابا واحدا ولا كلمة واحدة إلا وأخذ بالأسباب فيها تعال لنمشي قليلا لنمشي قليلا في موضوع السيرة النبوية لما أراد الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويهاجر واحد هذا الكلام أقول لمن قال نحن خرجنا في سبيل الله ولن يخذلنا الله أيها المجاهد في بلاد الشام خرجت في سبيل الله نعم توكلت على الله نعم أين الأخذ بالأسباب أنا الآن أريد أن أرزن لك وأركز على هذا الأمر وهو الأخذ بالأسباب أيها المجاهد يا من أخذت بالأسباب هل اعتمدت على الله أم قلت سلاحي معي عندي لي أنا دقيقة تمهل من أجل أن نتوازن فإن الطائر متى مال الجناح الأيمن عن الأيسر أو الأيسر عن الأيمن بشكل مفرط أو إن قطع أحد الجناحين فلن يطير لابد من الجناحين واحد الحبيب عليه الصلاة والسلام استحب معه أبا بكر وذهب معه من أول الرحلة إلى آخرها ثانيا أويا إلى الغار كمرحلة من المراحل ثالثا في الطريق وقف عند أم معبد وأخذ بالأسباب وطلب الرزق وطلب الطعام إلى آخره رابعا أخذ معه خريتا في الطريق ليدله على الطريق خامسا ترك علي ينام في الفراش سادسا وصوا السيدة أسماء بنت أبي بكر أن تجلب لهم الطعام إلى الغار وهو الهدف المرحلي الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام سابعا سابعا غير الطريق الذي يمشي فيه الناس ثامنا أخذ وراءه من يغير أثر الطريق ويتتبع خطام لأن العرب كانوا يتتبعون الطريق ويعرفون أين المسير من أثر المسير ثامنا أتى بالسيدة أسماء رضي الله تعالى عنها عفوا ترك علي ينام في الفراش ثامنا غير الطريق الذي يعتاده الناس الطريق عندما تتبعته في الخريطة الطريق الذي يعتاده الناس ويمشون فيه والحبيب عليه الصلاة والسلام سلك طريقا آخر والله عجبت والحقيقة ذهلت عندما رأيت ذاك الطريق كلنا عندما يمشي في طريق زراعي أو طريق غير معبد يجد أن أثر المسير وكثرة المسر تجعل الطريق يتعبد شيئا فشيئا فعندما تسلك الطريق الذي بجانبه تماما ترى فيه الأشواك الأحجار الناس دائما يسلكون الطريق المعبد نسبيا ذاك تجد فيه الوديان والهضاب قد المسيرة الواحدة خمس مئة متر تمشي فيها نصف يوم لأنها قلة جبل ثم نزول هذا كله في الأخذ بالأسباب ولكن الملفت للانتباه أن الحبيب عليه الصلاة والسلام في كل هذا أخذ بكامل الأسباب ولكن الاعتماد على الله تبارك وتعالى من الأخذ في الأسباب وأنا لم ألزم نفسي أن أتتبع كل الأمور التي أخذ فيها بالأسباب وإنما أتيت بنبذة منها ولكنه عليه الصلاة والسلام في مسألة الدعوة أخذ في الأسباب فذهب إلى الطائف وأخذ بالأسباب فبايع الصحابة الكرام الذين جاءوا في موسم الحج أخذ بالأسباب أرسل أصحابه إلى الحبشة أخذ بالأسباب أسباب وأسباب كثيرة الملفت في الانتباه أنه في غزوة بدر غير مكان الجيش في غزوة بدر أخذ بنصيحة الصحابة في غزوة بدر أخذ بالشورى وكلها أخذ بالأسباب ولكنه عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا عندما سأله الصحابي يا رسول الله الحديث عند ابن حبان حديث حسن يا رسول الله أعقل راحلتي أم أتركها قال اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل الحبيب عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج ربطوا البراق عند باب المسجد لماذا؟ لأنه هو الذي علمنا اعقلها وتوكل أن تتعقلها في الأخذ بالأسباب ولكن اعتمادك على الله تبارك وتعالى فهو الحامي وهو الحافظ أقفوا قليلا هناك مسألة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاملها كيف استعمل النبي عليه الصلاة والسلام التداوي كيف تداوي المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف أخذ بالأسباب كيف أخذ بالأسباب لما خرج إلى الطائف ولم يقدر على دخول مكة حتى بعث إلى المطعم بن عدي وقال أدخل في جوارك فلما مكنه من الجوار دخله الحبيب عليه الصلاة والسلام أما يسع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقول إنني توكلت على الله وأنا المتوكل على الله ويدخل مكة معتمدا على الله نعم الاعتماد على الله واجب ولكن الأخذ بالأسباب مهم في الوقت ذاته فأخذ بالأسباب وهو أنه طلب جوار المطعم بن عدي ثم اعتمد على الله تبارك وتعالى ودخل مكة وهكذا قل فإن جميع أمور الشرع مرتبطة بالأسباب إذا لم تأخذ بالأسباب فعند ذلك تدفع الحكمة التي رسمها الله تبارك وتعالى لك في قصة السيدة مريم رضي الله تعالى عنها وعليها الصلاة والسلام السيدة مريم أنزل الله عز وجل لها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف كان سيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله وحملت على غير العادة من غير زوج وهكذا ثم لما جاء وأراد جاءها المخاض وأرادت أن تلد جعل الله عز وجل لها الرطب بجانبها وقال لها وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يا رب لماذا لم ينزل رب العالمين الرطب إلى حجرها لماذا لم يضع الرطب بجانبها هي حامل لماذا أمرها كأن في القصة إشعار كأن في القصة إشعارا لنا بأن قومي وخذي بالأسباب قومي وتحركي وهزي بالنخلة خذي بالسبب وإلا فإن الذي خلق لك هذه الفاكهة وهذه الرطب قادر أن يجعله في حجرك وفي حجرك ولكنه تبارك وتعالى يريد منك يا مريم أن تأخذي بالأسباب الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحية تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام سهر فلما قدم المدينة سهر مرة فقال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة وإذ بالباب يطرق سمعوا طرق الباب من في الباب؟ فلان من أصحابه رضي الله تعالى عنه أحد الصالحين من الصحابة فحرس النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لماذا لم يقل الحبيب عليه الصلاة والسلام إنني متوكل على الله ويبقى من غير حرس لأن الله تبارك وتعالى قال علمه بأن يأخذ بالأسباب ومن أجل أن يعلم الأمة بعده أن خذوا بالأسباب فإن الأخذ بالأسباب واجب والاعتماد على الله عند الأخذ بالأسباب يقول أحد الدعاة المعاصرين كلمة أعجبتني كثيرا يقول خذ بالأسباب وكأن الأسباب كل شيء واعتمد على الله وكأن الأسباب لا شيء اعتمادك على الله لا من أجل أن تظن أن الأسباب تفعل شيئا ولكن أنت تأخذ بالأسباب وكأن الأسباب كل شيء كأن الأسباب هي كل شيء عندك في قضاء حاجتك لا بد أن نوازن أيها الكرام بين الأخذ بالأسباب وبين تركها لكن قلوب العارفين يغار عليها الله تبارك وتعالى أن تتعلق بالأسباب التعلق بالأسباب مشكلة وإن كانت لا تساكنه لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها فإذا تعرضت بالأسباب محالها أثر الأسباب ومن هنا نجد عناية الله تبارك وتعالى بقلوب الصالحين وقلوب المؤمنين إذا ما تعلقت بالأسباب هنا قال الله تبارك وتعالى وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِيْ عَنْكُمْ شَيْئًا كأن كثرة الصحابة تعلقت قلوبهم وركنوا إليها وظنوا أنهم إذا ما كان عددهم كثيرا فإنهم سينصرون كأن قلوب الصحابة فالله تبارك وتعالى غار على قلوبهم أن يسكن فيها شيء من هذا فقال الله تبارك وتعالى لهم وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وهذا سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على مئة من النسائه يحملن ويلدن كل واحدة منهن ستلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله كأنه جاءه شيء ولم يقل إن شاء الله جاءه شيء من التعلق بالأسباب أراد الله تبارك وتعالى أن ينفذ أمره وأن ينبه نبيه كما يقول هذا الحافظ بن الجوزي رحمه الله تعالى فلم تلد إلا واحدة بشق غلام هنا علينا التوازن ويا كرام أن توازن في طرح أمورنا فلا الأسباب وحدها تفعل شيئا ولا الاعتماد على الله من غير أخذ بالأسباب يرضاه الله تبارك وتعالى ولن ينجز العمل فإن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة وقصة سيدنا عمر مع الذين كانوا في المسجد النبوي جالسون في المسجد فقال ما تفعلون قالوا نحن نذكر الله قال ماذا تعملون قال لا نعمل شيئا قالوا من أين تأكلون قالوا يرزقنا الله المضحك في هذا وكأن هؤلاء يدرسون على سيدنا عمر أن الرازق هو الله لكن سيدنا عمر كان فطنا ألح عليهم بالسؤال من أين تأكلون فعرف أن أولاد العم هم الذين يقدمون لهم الطعام فنبههم إن الذي يقدم لك الطعام هو أقرب إلى الله منك قم وعمل لا بد من أن تأخذ بالأسباب فاخذ بالأسباب وكأن الأسباب كل شيء واعتمد على الله وكأن الأسباب لا شيء ارفع رأسك أيها المسلم فإنك قد ربيت على الاتزان ربيت على التوازن بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله تبارك وتعالى فإن التوفيق أن تمشي بالأمرين معا قال عليه الصلاة والسلام الذي ربانا على الاتزان فدته روحي بأبيه وأمي ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر